شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مراسم تتويق الملك تشارلز الثالث ملكة لبريطانيا في كنيسة وست مينستر في لندن كان رئيس مجلس الوزراء قد شارك في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث بالأمس بقصر باكنجهام لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين في مراسم التتويق وعلى همش المشاركة في حفل الاستقبال التقى مدبولي عددا من رؤساء الحكومات والوفود المشاركين في مراسم التتويق حيث تطرق الحديث إلى تطورات الوضع في السودان الشقيقة وشرح رئيس مجلس الوزراء الجهود المصرية الحثيثة لمحاولة إيجاد حل سريع للأزمة مستعرضا جهود مصر في استقبال عشرات الآلاف من الأشقاء السودانيين الوافدين عبر الحدود موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة